بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ما هو الذكر الذي يجعل صاحب الزمان عليه السلام مهما كانت مشاغله كثيرة يحضر عندك لقد كان حاضرا في المجلس الذي أقامه آية الله الشيخ بهجة ولكن بهذه الطريقة يقول أحد الخطباء الذي كان يقرأ الرثاء في مسجد فاطمية بمحضر آية الله الشيخ محمد تقي ألباجة رحمة الله عليه يقول في أحد الأيام سمعت من مرافقي سماحة الشيخ ألباجة قضية فأردت سماعها من نفس سماحته فذهبت إليه وقلت لسماحته أرغب بالتحدث مع سماحتكم فقال لي تعال للمنزل في الساعة الفلانية فذهبت لمنزل سماحة الشيخ باجة وقلت لقد سمعت قضية من مرافقي سماحتكم وأرغب في أن أتأكد من صحتها وأسمعها من جنابكم الكريم فقال لي آية الله الشيخ باجة نقل لي صديقي الذي أثق به إنه في مجلسنا الذي أقمناه في اليوم الخامس عشر من شعبان كان السيد جالسا بجوار المحراب وعندما أنهيت قراءتك للمدائح والأناشيد وأردت أن تدعو دعاء الختام قامت ذلك السيد وأخذ نعله وأراد الخروج من المسجد لكن لا أدري ما الذي حصل حيث أنت بدأت فجأة برثاء السيدة زهرى عليه السلام والنعي عليها فعاد السيد إلى المجلس ثانية احتراما لمجلس عزاء أمه وحضر هذا النعي كاملا يقول هذا الراثي قلت لسماحة الشيخ هناك الكثير من السادة يحضرون في مجلسكم فقال لي إخباجة لا لا السيد هو الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كان حاضرا في المجلس ولم يستطع الخروج عندما بدأت بقراءة النعي على أمه فاطمة سلام الله عليها فالذكر الذي يجعل صاحب الزمان عليه السلام مهما كانت مشاغله كثيرة يؤخرها جميعا ويحضر عندك هو ذكر فاطمة عليها السلام ونعي مصابها سلام الله عليها فجربه عند الحوائج والشدات وسوف ترى الكثير من البراهين الصاطعات لصاحب الزمان سلام الله عليه في حياتك عندما تبكي على الزهراء وتنعى الزهراء وتذكر فاطمة سلام الله عليها برنامج صباحات ولئية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليكم السلام